موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الوارد والياسمين قبل ما نبدأ في التحدي بتاعنا لازم نتفق على مجموعة من الخطوات نلتزم بيها مع بعض أولها إننا هنحدد كل يوم عشر دقايق علشان نقوي مهارات القراءة عندنا ومهما كانت مسئولياتي ومهما كان المشاوير اللي برايا ما استغناش أبداً عن العشر دقايق دول وما خليش اليوم يعدي غير لما أحدد عشر دقايق دي لتنمية مهارات القراءة لابني أو بنتي هنعمل إيه بقى في الموضوع؟ بأول حاجة هنقرأ كل يوم حروف الهجاء تلت مرات بصوت مرتفع مع الإشارة على الحرف المقروع يعني هقرأ حروف الهجاء بصوت عالي وشاور على الحرف أثناء القراءة وقراءة الحرف اسم الحرف ألف، با، تا، سا وعكذا هكتب حروف الهجاء يومياً مرة واحدة بخط جبيل وأثناء الكتابة أقرأ الحرف يعني أكتب الحرف أقول ألف، با، تا، وهكذا مرة واحدة كل يوم هحدد دفتر طبعاً وهحدد ألم معي كل يوم أكتب الحروف وأردد الحرف أثناء الكتابة بعد كده هردد حروف الهجاء بأصواتها القصيرة إحنا عارفين طبعاً الأصوات القصيرة للحروف الفتحة والضمة والكسرة بعد كده هقرأ قصة الحرف المستهدف وهحدد الكلمات اللي بتحتوي على الحرف المقصود يعني قصة حرف الألف هلاقي كلمات بتبدأ أو بتحتوي بحرف الألف هحط تحتها خطوة كذا مع باقي الحروف بعد قراءة القصة وبعد تحديد الحروف المستهدفة منها هنبدأ إننا نتهجى الكلمات المستهدفة ونكتبها مرة واحدة على الأقل دلوقتي هنقرأ مع بعض حروف الهجاء ونستمع إلى قبلة وأردد معاها بصوت عالي مرة كمان مرة كمان أقرأ الحرف بصوت الحرف باسم الحرف اسم صحيح ألف با تا فا اسم الحرف بعد انتهائي من قراءة الحروف أكتب كل حرف وأثناء الكتابة كل مكتب حرف أقول اسمه إيه ألف، با، تا، ثا، جين، حا، خا، وأكتب بخط جميل ومرتب دلوقتي هنقول أصوات الحروف القصيرة إيه هي الأصوات القصيرة؟ الفتحة والضمة والكسرة أهوئي، بابوبي، تتوتي، سيسوثي، ججوجي، حيحوحي، خيحوخي، بادودي، ذذوذي، راروري، ذذوذي، سيسوسي، شاشوشي، ساسوسي، ضادودي، طاطوتي، ذذوذي، عيعوعي، غيروري، فافوفي، قاقوقي، كاكوكي، لالولي، مامومي، نانوني، هاهوهي، واووي، يا يووي قرأنا الحروف بأصواتها القصيرة إيه الأصوات القصيرة يا شباب؟ الفتحة والضمة والكسرة الألف بالفتحة أ، الألف بالضمة والألف بالكسرة إ، في الفتحة أفتح بقي، في الضمة أضم بقي أثناء قراءة الحرف، في الكسرة أشد الحرف لتحت خلصت المرة الأولى ولسه عندك وقت، قولي الحروف بأصواتها القصيرة مرة كمان، بالفتحة وبالكسرة وبالضمة الصوت غير الإسم، اسم الحرف ألف، صوته مع الفتحة أ، اسم الحرف قاف، صوته مع الفتحة قا، وهكذا لغاية بقي تلك خلينا نشوف مع بعض قصة حرف البياء بسمة بنت صغيرة تعيش في بيت جميل بجوار البيت يوجد بحيرة ماء تسبح فيها بطة وتشرب منها بقرة هنقرأ القصة مرة تانية بسمة بنت صغيرة تعيش في بيت جميل بجوار البيت يوجد بحيرة ماء تسبح فيها بطة وتشرب منها بقرة هنمسك ألمنا مع بعض وهنضع خط تحت كل كلمة تحتوي على حرف الباء استطر الأول بسمة بسمة حرف الباء هنا في بداية الكلمة بنت، بنت، حرف الباء أيضا في بداية الكلمة استطر الثاني تعيش في بيت جميل كلمة بيت، بيت، الباء في أول الكلمة استطر الثالث بجوار البيت يوجد بحيرة ماء هنا ثلاث كلمات تحتوي على حرف الباء بجوار البيت بحيرة استطر الرابع تسبح فيها بطة هنا كلمتين فيهم حرف الباء كلمة تسبح وكلمة بطة استطر الأخير وتشرب منها بقرة هنا أيضا في كلمتين فيهم حرف الباء كلمة تشربوا الباء آخر حرف في الكلمة وكلمة بقرة الباء أول حرف يلا نتهجى مع بعض كل كلمة تحتوي على حرف الباء أول كلمة عندي كلمة بسمة نتهجى الحروف معا باء، سين، ميم، تاء، مربوطة الكلمة الثانية بنت باء، نون، تاء كلمة بيت باء، ياء، تاء بجوار استطر الثالث باء، جيم، واو، ألف، راء البيت ألف، لام، باء، ياء، تاء بحيرة باء، حاء، ياء، راء، تاء مربوطة تسبح تاء، سين، باء، حاء بطة، باء، طاء، تاء مربوطة تشرب تاء، شين، راء، باء، بقرة باء، قاف، راء، تاء مربوطة كل كلمة من الكلمات دي هنكتبها مرة واحدة بس ونتهجى الحروف أثناء الكتابة أتمنى تكون قصتنا جميلة وسهلة ونكررها أكتر من مرة ويا ريت نعمل لايك أتمنى أن الدرس يكون سهل وبسيط عليكم والقصة تكون جميلة ونلتزم بخطوات التحدي علشان نجيب النتيجة المرجوة إن شاء الله ويا ريت اللي عجبوا الفيديو يعمل لايك وشير ويشترك في القناة علشان أكبر عدد من أصحابنا وحبيبنا يستفيد واشوفكم فيديو تاني قريب جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة